السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن علامات نزول الجنين إلى الحوض واحد أولى العلامات هي هبوط البطن المنتفخة المتجهة للأمام إلى الأسفل وهبوطها إلى حد ما ملحوظ مما يجعل السيدة تشعر بسهولة أكثر في عملية التنفس لأن الرحم يكون ابتعد عن الحجاب الحاجز اثنين عند نزول الجنين إلى الحوض يشكل في هذا الوقت الضغط على المسانة أو على مفاصل الحوض ضغط إضافي يجعلك تريدين التبول مما يؤدي إلى ذهابك مرات عديدة للتبول ثلاثة عند نزول الجنين إلى الحوض تشعرين بوغز وألم وتعب بشكل حد في البطن ويزداد الوجع كلما زاد الضغط كلما ضغط الجنين بالرأس على قاع رحم الأم أربعة هناك سيدة تشعر بدوران الجنين وسيدة لا تشعر بحركة الجنين في الحوض والسيدة البكرية غالبة لا تشعر بأي شيء عندما يلف نفسه إلى الحوض في الأسفل ولكنها علامة من العلامات خمسة شعور السيدة بعدم اتزام في البطن وشعورها بأن هناك شيء غريب يحدث في نهاية الفيديو ننوح أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو عجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكممنت وتشاري الفيديو مع أصدقائكم وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ ترجمة نانسي قنقر